السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنستكمل مع بعض المحاضرات بتاعتنا في التطور والموارد فرقة الاولى بالمعهد والنهاردة هنتكلم على القسم الثاني من المنهج او الجزء الثاني اللي هو الموارد الاقتصادية هنبدأ بالفصل الاول اهمية الموارد الاقتصادية يعني ايه موارد اقتصادية فنقول واحد تعريف الموارد الاقتصادية الموارد الاقتصادية هي اي شيء يساهم في انتاج السلع والخدمات اي حاج اي شيء يساهم في انتاج السلع والخدمات بنطلق عليه الموارد الاقتصادية او الموارد الانتاجية الموارد الاقتصادية بتنقسم الى قسمين اساسيين عندي حاجة اسمها واحد الموارد حرة هي الموارد الحرة هي الموارد التي لا يتطلب الحصول عليها دفع مقابل نأدي يعني هي موارد بالمجان ما بدفعش مقابل لها زي الهوى والشمس والبحار والغابات كل دي بنطلق عليها موارد حرة في موارد غير حرة بنسميها موارد اقتصادية هي الموارد اللي يتطلب الحصول عليها دفع مقابل نأدي او تضحيات مادية يعني عشان احصل على الموارد دي ادفع مقابل لها طيب اللي خلينا نهتم بدراسة الموارد الاقتصادية ليه بنهتم بدراسة الموارد الاقتصادية عندنا اكتر من سبب السبب الاول تعدد وعدم ثبات الرغبات الانسانية معروف ان الرغبات الانسانية متعددة ومتجددة ومتزايدة فانا بدرس الموارد الاقتصادية عشان فيه تعدد وعدم ثبات في الرغبات دي الانسانية اتنين زيادة السكان طبعا كل ما زاد السكان انا محتاج موارد اكتر عشان اشباه حاجات السكان اي طفل بتولد عايز مدرسة وعايز مستشفى وعايز خدمات اخرى وبالتالي فزيادة السكان تخليني ادرس الموارد الاقتصادية عشان اوفر للسكان الحاجات العامة بتاعتهم تلاتة عندي لابد ان انا احط سياسات عشان احافظ على الموارد لان لو الموارد دي ما حافظتش عليها مش هقدر اشبع رغبات الانسانية او رغبات الافراد اربعة التصنيع الدولة لما بتصنع لابد ان يكون عندها موارد اقتصادية تستخدم في هذا التصنيع خمسة التنمية الاقتصادية وتوجيه الموارد اي دولة عايزة تعمل تنمية اقتصادية لابد يكون عندها موارد عشان تبدأ تعمل عملية التنمية الاقتصادية ستة التعاون الدولي احنا دلوقتي في عالم الدول كلها بتتعاون او ما يطلق عليه العولمة دلوقتي يعني العالم قرية صغيرة طب ايه علاقة علم الاقتصاد بالموارد الاقتصادية طبعا العلم الاقتصاد والموارد الاقتصادية كل منهما يكمل الاخر نجبة النقطة التانية تأسيمات الموارد الاقتصادية الموارد الاقتصادية بتنقسم لتلات اقسام رئيسية الموارد الاقتصادية تنقسم لكام؟ لتلات اقسام رئيسية موارد طبيعية أي حاجة ربنا ادها للإنسان وله فائدة أو نفع في الإنتاج ولم تجري عليه أي عمليات تحويلية بمعرفة الإنسان يعني حاجة ربنا وهبهنة إحنا لم نتدخل فيها ما عملناش عليها أي عملية زي الأراضي الخزب والصلاحة لإصدراع ده ربنا يعطينا أراضي الخزب والصلاحة لإصدراع المناجم للسخراج المعادن دي يهبى من الله في بطن الأرض فيه معادن كتيرة أبار المياه حقول البترول الأمطار الأنهار دي كلها بنطلق عليها موارد طبعية بتنقسم بقى الموارد الطبعية إلى أقسام فرعية إيه هي الأقسام بتاع الموارد الطبعية الأقسام بتاعت الموارد الطبعية هم خمس أقسام أول قسم موارد عضوية أو حية وموارد غير عضوية أو غير حية موارد إيه؟ عضوية أو حية وموارد غير عضوية أو غير حية الموارد الحية زي إيه؟ النباتات المراعي سيد الأسماك دي بنسميها موارد حية موارد غير عضوية او غير حية المية الهوى المناجم والمحاجر وهكذا ده اول قسم موارد عضوية او موارد غير عضوية او موارد حية او موارد غير حية اتنين موارد ظاهرة وموارد كامنة الموارد الظاهرة اللي هي الموارد التي يستطيع الانسان ان ينتفع بها في ظل المعرفة الفنية اللي هو عرفها يبقى الموارد الظاهرة اللي الإنسان بيستطيع ينتفع بيها إنما الموارد الكامنة دي الموارد اللي ما يقدرش الإنسان ينتفع بيها إلا لو وصلت المعرفة الفنية إلى مرحلة معينة بمعنى أن الموارد الكامنة دي ما نقدرش نستخدمها أو نحولها إلا لو كنا وصلنا لمرحلة فنية معينة على سبيل المثال البترول البترول قبل ما نكتشف قبل ما يتم اكتشاف الآلات واكتشاف القوى المحركة كان موجود ولكن ما كانوش يعرفه ما كانوش الإنسان يعرف أهميته لكن لما تقدمت التكنولوجيا واخترعت الآلات اللي بتعمل بالبنزين والجاز أصبح للبترول فائدة ونفعة ويعتبر دلوقتي أحد الموارد الاقتصادية اللي هي بلغة الأهمية تلاتة موارد اقتصادية وموارد غني اقتصادية قلناها في البداية الموارد الاقتصادية اللي يتطلب الحصول عليها دفع تمن لها يعني أنا عشان أستخدر أحصل على الموارد الاقتصادية أدفع تمن موارد غير اقتصادية الموارد اللي هي تتميز بأنها موجودة بوفرة ويقدر كل إنسان يحصل عليها بدون ما يدفع مقابل زي الهوى والطاقة الشمسية ومياه الأنهار النوع الرابع موارد متجددة وموارد فانية الموارد المتجددة الموارد اللي بتتجدد باستمرار ولا تستنفذ بالاستخدام وهي متاحة دايما زي الموارد اللي بتتجدد باستمرار مياه الأنهار مياه البحار الهوى الرياح الطاقة الشمسية دي كلها موارد متجددة أما الموارد الفانية اللي هي الموارد اللي بتقل الكميات منها بالاستخدام كل ما استخدم كميات تقل هذه الموارد وبيقل المخزون منها على مدار الزمن زي الموارد الاستخراجية اللي موجودة في بطن الأرض المعادل والبترول كل أنا ما فيه منجم مع معدن أخد منه في فترة من الفترات هينتهي هذا المنجم وبالتالي فدي موارد فانية النوع الخامس موارد احتكارية وموارد متنفسة الموارد الاحتكارية اللي هي تتميز بتركزها الشديد في مناطق معينة يعني ظروف المناخ نوع التربة التكونات الأرضية بتحدد للتركيز ده على سبيل المثالة لا الغابات فين في الأماكن اللي بتتساقط فيها الأنهار وبالتالي فدي بسمية موارد احتكارية يعني بلد تحتكر موارد معينة لأن ظروفة بتسمح بوجود هذه الموارد أما الموارد المتنافسة اللي هي الموارد اللي متنافسة في الإنتاج زي الأراضي الخصوة الأراضي منتشرة في كل معظم مناطق العالم لكن هذه الأراضي تتنافس في تقديم العديد من السلع للأسواق العالمية عشان كده بتتنافس الدول في تصدير تلاقي معظم الدول بتنتج كتير من الدول بتنتج سلعة معينة البرتقال مثلا أو الموالح وعشان كده فيه منافسة كل دولة عايزة تصدر المنتج بتاعها أو الموارد بتاعتها إلى العالم ده النوع الأول أو القسم الأول من الموارد الموارد الطبيعية القسم الثاني من الموارد البشرية الموارد البشرية يعني الأفراد يعني القوى العاملة الموارد البشرية كل ما يتعلق بسكان الأرض أعدادهم معدل نموهم توزيحهم الجغرافي على الأقاليم والمناطق المختلفة الموارد البشرية اللي هي الأفراد يعني طيب إيه أهمية الموارد البشرية هي أحد عوامل الإنتاج أنا معدرش أنتج بدون القوى العاملة وبدون موارد البشرية نمرة أثنين في العوامل اللي بتوضح أهمية دراسة الموارد البشرية النمو السكاني وأثاره طبعا كل ما في نموه سكاني في كل ما بيزيد عدد السكان ممكن يزيد الإنتاج لكن ليه أثار طبعا أنه هو بيلتهم الموارد الاقتصادية ثلاثة رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية أنا لما بدرس الموارد البشرية أقدر أحط السياسات الاقتصادية للدولة أقدر أحط السياسات اجتماعية أقدر أحط سياسات سكانية كمان نقطة تانية الضغوط السكانية والموارد البشرية كل ما كان في ضغط من السكان بيأثر ده على الموارد الطبيعية يبقى الضغوط السكانية والموارد الطبيعية العلاقة إيه؟ أنه كل ما زاد عدد السكان بيزيد الضغط أو بيزيد الطلب على الموارد الطبيعية وعشان كده لابد أن يكون هناك توازن بين السكان وتنمية الموارد لابد ان انا انامي الموارد البشرية بتاعتي طيب اناميها ازاي ايه اساليب انماء الموارد البشرية او اساليب تنمية الموارد البشرية اول حاجة احسن المستوى الصحي للافراد لان العقل السليم في الجسم السليم اذا لابد ان انا احسن المستوى الصحي للافراد اتنين التعليم فيش أي موارد بشرية تكون مفيدة بدون تعليم لابد أن يكون هناك تعليم جيد عشان القول الأفراد بتوع المجتمع يكون عندهم مهارة في العمل ثلاثة التدريب تعليم بدون تدريب ما ينفعش لأن التدريب شيء أساسي في تنمية الموارد البشرية لابد أن يكون عندي تدريب عشان أقدر أنمي الموارد البشرية اللي عندي وعشان الموارد البشرية مهمة لابد أن يكون عندي تخطيط للقوة البشرية التخطيط ده عشان أتعرف على هيكل الموارد البشرية اللي عندي الهيكل بتاع الموارد البشرية اللي عندي شكله إيه لابد أن أعمل تخطيط للموارد البشرية عشان أشوف موارد البشرية ادي ايه من السكان في سن العمل ادي ايه اطفال ادي ايه شيوخ عشان اقدر احدد الاهداف بتاعتي والاهداف بتاع تخطيط القوى البشرية دي موجودة عندكم في صف الكتاب في صفحة 102 الموارد البشرية التخطيط ده موجود في صفحة 102 على سبيل على سبيل المثال تحقيق الاستخدام الامثل للعمالة ضمن الاهداف ضمان حق العمل المستقر رسم سياسات التعليم والتدريب متابعة تحليل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية فيه تلت انواع تلت مستويات بقى عشان اخطط القوى البشرية عندي تلت مستويات تخطيط على المستوى القومي يعني تخطيط على مستوى الدولة ثم التخطيط على المستوى الاقليمي يعني تخطيط على مستوى المدينة او الاقليم او المحافظة ثم تخطيط على مستوى القطاع قطاع الزراعة اعمل له تخطيط قطاع الصناعة قطاع الخدمات وهكذا النوع الثالث والاخير من الموارد الاقتصادية الموارد المصنعة عشان ينتج موارد جديدة زي إنتاج آلات الرأي والزراعة أنا بنتج آلات الرأي والزراعة عشان أستخدمها في الزراعة طيب إيه الوظيفة الأساسية للآلات دي بتسهل عملية الإنتاج وتزوده والحصول على بعض السلع اللي كان بيصحب الحصول عليها أو إنتاجها بوسطة الإنسان قبل اختراع الآلات الزراعية والميكانة الزراعية كان فيه سلع ما قدرش أحصل عليها أنا كفرد بجهدي أنا لكن الآلات والميكانة الزراعية ساعدتني إن أنا أنتج سلع ما كنتش قدر أنتجها فإنتاج الآلات بيسهل عملية الإنتاج بيزود الإنتاج بالحصول على بعض بعض السلع اللي بيصحب على الإنسان كان بالحصول عليها يطلق على هذه الآلات والموادات اصطلاح رأس المال بس رأس المال هنا بالمعنى الاقتصادي لأن فيه رأس المال أنتو خدتوه في المحاسبة فلوس لا إحنا هنا نقص برأس المال رأس المال الاقتصادي المعنى الاقتصادي نيجي لخصائق آخر نقطة في هذا الفصل خصائص الموارد الاقتصادي الموارد الاقتصادي لها ثلاث خصائص واحد ندرة الموارد الاقتصادية الموارد الاقتصادية نادرة نسبيا بالنسبة للطلب عليها لأن حاجات الانسان متعددة ومتجددة ومتزايدة والموارد الاقتصادية نادرة فما تقدرش تحقق كل رغبات الانسان فالخاصية الأولى ندرة الموارد الاقتصادية اتنين تعدد أوجه استخدام الموارد أي لو خدنا موارد طبيعية زي الأرض الأرض أقدر أستخدمها فاكتر من حاجة أقدر أزرحها أبني عليها مدرسة أبني عليها مصنع أبني عليها مستشفى إذن ده من أحد الخصائص الموارد الاقتصادية تعدد أوجه استخدام الموارد تلاتة تعدد أسليب مسج أو توليف الموارد الاقتصادية الموارد الاقتصادية احنا قلنا ثلاث أقسام طبيعية وبشرية ومصنعة فيها ممكن بقى أنا أستخدم الموارد الاقتصادية أخذ أعمال أوليلة وألات كتيرة أو أقدر أستخدم ألات ألات أليلة وعمالة كتيرة أو أقدر أستخدم أرض أكتر وعمالة أقل وألات أكتر وهكذا الموارد نفسها أسليب المسج أو التوليف أن أنا أخذ يعني جزء من الموارد الطبيعية وجزء من الموارد البشرية وجزء من الموارد المصنعة فعندي تعدد أسليب مسج أو التوليف الموارد الاقتصادية ده يعني مو جزوافي للفصل الأول في الموارد الاقتصادية الخاص بأهمية الموارد الاقتصادية وتعسمتها وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته